بسم الله الرحمن الرحيم. انا بكم في قناة تفسير احلام والركيا الشرعية. النهاردة هنتكلم مع بعض على رمز جديد او اكلة جديدة. هنتكلم النهاردة عن رؤية الكبسة. اما يشوف الرأي انه بيطبخ كبسة او بيأكلها. هنعرف معناها بشكل عب. اولا الرجل لما يشوف ان هو بيأكل الكبسة. لو كان غير متزوج فبشارة ليه بالزواج والزواج من زوجة صلحة. كمان اكل الكبسة بشارة بنجاح في التراسة او النجاح في العمل. او حصوله على مال وعلى رزق ورزق حلال. كمان الكبسة برضو ليه الرجل المتزوج بشارة برزق يحصل عليه ممكن بدون عمل او بدون مشقة. كمان لو كان بيعمل فبشارة بترقية في عمله. كمان بحدوث امر سعيد في حياته او امر هيغير مصار حياته. كمان الكبسة للمرأة الحامل برضو بشارة بخلصها من متاعب لو كانت هي عندها يعني ازمة صحية خلال او متاعب في الحامل. فبشارة ليها بانتهاء. اه كمان المرأة المتزوجة. المرأة المتزوجة برضو لما تشوف الكبسة. اه فبشارة بسعب في اه رزقها سواء اه ليها هي او لي اه زوجها. كمان بشارة بقدوم اه خير ممكن اه تدلها كمان لما تشوف ان هي اه عاملة اه اه كبسة وفي زي وليمة او ناس كتير مجتمعين عليها. فمن الرموز اللي بتدل على امتلاكها شيء سمين. سواء منزل جديد او سيارة. اه كمان من الرموز اللي بتدل على نجاح لأولادها او نجاح اه دي اه زريتها بشكل عيب. كمان الفتاة العزباء اما تشوف ان هي بتحضر الكبسة او بتحضر لي وليمة. فبرضو من الرموز اللي بتدل على مناسبات سعيدة. اه ممكن تدل على خطوبة ليها او زواج او نجاحها في الدراسة او حصولها على فرصة عمل اه جديدة. كمان لما تشوف ان هي اه بتاكل الكبسة وطلع طعمها اه حلو. فمن الرموز اللي بتدل على خطوبتها او زواجها من شخص هي بتتمنى او هي بتكون عايزة. اه كمان اكل الكبسة الفتاة لها سبق بشارة برزق. هتحصل عليه يمكن بدون جهد او بدون آآ تعب. كمان لو بتسعى العمل فبشارة لها بفرصة عمل آآ جديدة.